النهاردة كان فيه اجتماع للجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بيحضروا بقى خلال الفترة القادمة عشان منتخب مصر ان شاء الله بشهر ستة اللي جاي هيبقى عنده بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبيات باريس 20-24 النهاردة ميكالي المدرب المدير الفني عمل اجتماع طبعا بحضور الكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب الأولمبي وكل أعضاء الجهاز الفني وتكلموا بقى في المعسكر لمنتخب مصر اللي حيبدأ يوم 12-6 12 يونيو القادم كمان شاء البطولة بتاعت منتخب مصر ان شاء الله حتكون يوم 24 اعتقد ستة في المغرب بطولة أفريقيا البطولة دي بتأهلنا إلى أولمبيات باريس 20-24 واتفقوا بقى المعسكرات حتكون فين وتنقشوا مع بعض طب هنعمل ماتشات ودية مع مين وفي بعض الاتصالات كده منتخب الأولمبي بيفوض ان هو يلعب ماتشات مع غانا وغينيا وكونغو عايزين نعمل ماتشين والدين المنتخب الأولمبي قبل ما يسافر إلى المغرب عشان يكون استعداد كويس لبطولة أفريقيا فكان كل الكلام ده كله مطروح النهاردة على مئدة الاجتماع المنتخب الأولمبي زي ما شفنا كده في الصور روجيرو ميكالي المدرب البرازيلي المنتخبنا الأولمبي وأيضا كابتن محمد بركاته وكابتن واقل رياض ومحمود حرب المدير الإداري المنتخب كل الناس كانوا قاعدين مجتمعين بيرسموا الخريطة الفترة الجاية الاستعدادات المعسكر التدريبات الماتشات الودية اللي حلعبها كل الكلام ده وزي ما أنتم شايفين وده حاجة كويسة يبقى فيه اجتماعات مستمرة عشان نخطط بشكل مميز للمنتخب الأولمبي اللي احنا عايزين نشوف في المنتخب ده إن شاء الله في الأولمبياد حيبقى في الأولمبياد إزاي؟ لازم نستعد بشكل كويس لازم نركز الفترة اللي جاية البطولة في المغرب معنا في المجموعة مالي والجابون والنيجر في مجموعتنا لازم نطلع أول أو تاني عشان نوصل للدور قبل النهائي عشان اللي هيوصل للدور قبل النهائي بياخدوا ثلاث فرق بيروح يلعبوا أولمبياد الأول والتاني والتالت والرابع بيروح يلعب ملحق مع منتخب أولمبي آخر من قرى أخرى فلازم إن شاء الله ناخد أول أو تاني في المجموعة عشان نوصل أولمبياد فمش هيجي الكلام ده أو الصعود ده مش هيحصل غير بالاستعداد الجيد عشان البطولة بتبقى أقوى من التصفيات فإن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الأولمبي وزي ما قلت لكم المجموعة عجباني يعني المنتخب القوي أو اللي فيها منتخب مالي الجابون والنيجر نقدر نتعامل معهم بشكل كويس ونقدر نتعامل مع مالي بس أنا بقول لكم كمستوى منتخب مالي منتخب قوي واحنا أقوى من النيجر وأقوى من الجابون فإن شاء الله عندنا فرصة كبيرة في الصعود إلى الأولمبياد بإذن الله